السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في قناتك اليوم منحة معكم مانال بوجنير واليوم في فيديو جديد فيديو اليوم عبارة عن منحة الدراسة في دولة السويد لمرحلة الماجستير وإذا كنت تبحث عن منحة لتمويل دراسة للماجستير سواء كان ماجستير لمدة سنة أو سنتين فشاهد معي فيديو اليوم من النهاية أهلاً وسهلاً بكم من جديد فيديو اليوم عبارة عن منحة لدراسة مرحلة الماجستير في السويد وهي منحة ممولة بالكامل وتشمل من 700 إلى 1000 تخصص وفي مجالات كثيرة جداً بما فيها المجالات التكنولوجية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والطب والصحة وغيرها من المجالات لكن هناك بعضاً من الشروط وكالعادة نتحدث عن الشروط قبل الحديث عن المميزات إذا هذه الشروط تناسبك فشاهد معي فيديو اليومي النهاية إذا هناك بعضاً من الشروط هذه لا تناسبك فأعتذر منك وأراك إن شاء الله في الفيديو القادم بالنسبة لشروط هذه المنحة أولاً شرط العمر لا يوجد هناك أي حدود للعمر جميع الطلاب يمكنها التقديم ثانياً شرط الجنسية وهذا موجود في هذه المنحة ليس كل الدول يمكنها التقديم فقط بعضاً من الدول اللائحة تظهر لكم هنا وفي نفس الوقت سوف أعطيكم لائحة الدول العربية المؤهلة للتقديم واللي هي المغرب، تونس، مصر، سودان والأردن أما بالنسبة للشرط الثالث والأساسي أن التقديم على هذه المنحة يحتاج منك رسوم للأبليكيشن الأبليكيشن ليس للمنحة نفسها لكن للجامعات وهذا سوف نرى أثناء الحديث عن عملية التقديم والشرط الرابع والمهم هو العمل يجب أن يكون لديك ما يعادل 3000 ساعة عمل وعندما نقول 3000 ساعة عمل لا نقصد بها عمل يعني هو فول تايم في شركة أو أي إمكان لا، العمل سواء إن كان فول تايم أو بارتايم وسواء إن كنت تعمل في منظمة أو شركة أو كنت فريلانس فريلانس يعني تعمل عن طريق مواقع أونلاين أو منصات أونلاين في مجموعة من الطلاب تقوم مثلاً في مجال كومبيوتر ساينس بهندسة بعض المشاريع الخاصة بالكومبيوتر العلوم من الكمبيوتر بشكل عام ولذلك تكون أونلاين فقط هناك مجموعة من الأشخاص تعمل أونلاين فقط وبالتالي حتى إذا كنت تعمل أونلاين فعدد ساعات العمل يكون على الأقل 3000 ساعة من خلال ساعات العمل وخبرتك في العمل يجب أن تبرهم أيضاً على مهارات القيادة يعني من خلال العمل مع الفريق إن كنت قائد على مشروع معين إلى آخرين هذه هي الأساسيات بالنسبة للتقديم على هذه المنحة إذا استوفر لديك كل هذه الشروط فأهلاً وسهلاً بك في المنحة السويد وخلينا ندعونا نتعرف الآن على أهم المميزات التي سوف تحصل عليها إذا فوزت بهذه المنحة أولاً منحة مبولة بالكامل 100 في 100 لن تدفع أي شيء من أجل الدراسة بأحد الجامعات في السويد ثانياً أن هناك راتب شهري سوف تحصل عليه عندما تفوز بهذه المنحة والذي يقدر 12 ألف بعملة السويد كل شهر وهي تعادل حوالي 1200 دولار شهرياً ثالثاً عندك تأمين طبي ضد مثلاً أي مرض أو حوادث ورابعاً لدينا تذاكر الطيران والتي أدن تشمل من طرف المنحة بشرط أن الطلاب المقيمين في السويد لا يتم تغطية لهم أي تكاليف للطيران أو النقل لكن بالنسبة للطلاب خارج دولة السويد ويقدمون على هذه المنحة نعم يتم شمل لكم كل التكاليف والشيء الخامس والإيجابي أيضاً أنه أثناء عملية تقديم عندك الحق في اختيار أربع تخصصات يعني ليس تخصص واحد فقط وتضع أولوية التخصصات حسب رغبتك طيب بالنسبة الآن لتواريخ مهمة وهذه صراحة أفضل جزئية عندي لما تحدد المنحة متى يتم الإعلان عن النتائج طيب بالنسبة للتقديم على منحة السويد لمرحلة الماجستير سواء كان سنة أو كان سنتين فأولاً يتم التقديم على الجامعات بدولة السويد عبر موقع معين سوف نتعرف عليه بعد قليل يتم التقديم على الجامعات أو التخصصات التي تري وأيضاً يتم دفع الرسوم لهذه الجامعات طيب بعد تقديم على الجامعات آخر موعد هو 15 يناير بعد تقديم على الجامعات سوف يفتح التقديم للأبيكيشن الخاص بالمنحة والذي سوف يفتح ما بين 12 إلى 28 فبراير 2024 فهو لا بد تكون أنهية عملية التقديم على الجامعات بحد أقصى يوم 15 يناير بعد ذلك عندما يفتح التقديم على المنحة وبعد ذلك تأتي مرحلة إعلان عن النتائج أولاً يتم الإعلان عن الجامعات واللي هو بتاريخ 21 مارس وبتاريخ 25 أبريل يتم الإعلان عن نتائج المنحة لمعرفة الآن كل التخصصات المتاحة سوف أترك لكم في صندوق الوصف نلف كهذا اللي يظهر لكم الآن هو في جميع التخصصات والكورسات المؤهلة للتقديم أما عن طريقة التقديم كما ذكرت فيتكون على مرحلتين سوف نتعرف الآن عن مرحلة التقديم للجامعات بينما التقديم على المنحة فهو لم يفتح بعد لكن الموقع أعطانا لائحة الوطائق التي نحتاج للتقديم زائد فورم بكل وثيقة بما فيها السيرة الذاتية ويوجد الفورم الخاص بها يوجد الفورم أيضاً خطب العمل أيضاً ليه فورم معين فكل هذا تم شرحه في الموقع الرسم بشكل دقيق ومفصل فاصل قبل أن ننتقل لباقي التفاصيل كان هناك مصابقة دامت الأسبوع الماضي واستفاد منها مجموعة من الطلاب من استشارة بالمجان أو سيفي بالمجان أو خطاب مية بالمجان أو خطاب توصية بالمجان وانتهت هذه المصابقة الأمس يوم الأحد وبالتالي سوف تنطلق المصابقة الثانية لهذا الأسبوع انتظروا فيديو الغد لأننا سوف نتطرق فيه عن تفاصيل لهذه المصابقة لا ننسى إذا أنت موسم بالتقديم على هذه الملحة وتحتاج إلى شخص ستساعدك في عملية تقديم على الجامعات أو على الملحة لا ستردل في التواصل معنا ومع فريق كل يوم ملحة سوف نساعدك في التقديم وملء جميع المقالات المطلوبة وأيضاً توفير الخطابات الأساسية كخطاب أمنيا أتمنى لكم التوفيق أترككم الآن مع طريقة التقديم طيب هنا سوف يظهر لكم أن التقديم مغلق حالياً تقديم مغلق لماذا؟ للمنحة ليس للجامعة والمنحة سوف تفتح ما بين 12 إلى 28 فبراير واضح؟ وبالنسبة لليوم سوف نتحدث عن طريقة التقديم للجامعات وليس للمنحة المنحة إن شاء الله بمجرد أنه يفتح التقديم أو قبل أن يفتح التقديم بأيام قليلة سوف نشرح عن طريقة التقديم طيب هنا سوف تجدون معلومات كثيرة جداً حتى بالنسبة للدول بالنسبة للشروط بالنسبة لهذه اللائحة الخاصة بالدول مرة أخرى هنا بالنسبة لمعلومات عن التسجيل في الجامعات ما هي الشروط؟ ما هي الخبرة التي يجب أن تكون لديك سابقاً كما تحدثنا عن خبرة العمل أيضاً في شرح عن خبرة العمل أكثر بالنسبة لماذا تكون غير مؤهل للتقديم عن المنحة ويكون لها علاقة بالجنسية إذا كنت مثلاً حاصل على درجة أكاديمية في السويد أو عندك يعني ازدواجية الجنسية وأحد الجنسيات عند الجنسية السويد وغير ذلك هنا لدينا طريقة التقديم خطوة بخطوة ويمكنكم أيضاً للطلاع عليها من أجل التأكد من كل المراحل فقط للإشارة أن الفيديوهات التي نقوم بوضعها على اليوتيوب لا تتجاوز المدة مثلاً أقصها أقصها تكون 20 دقيقة فمع ذلك 20 دقيقة لا نستطيع أن نغطي فيها كل التفاصيل عن المنحة ويحاول دائماً أني أخذ لكم المختصر المفيد فبالتالي دائماً أنصحكم بالعودة للموقع الرسمي بهذه الطريقة تعرفون معلومات أكثر ربما لم أذكرها في الفيديو وعدم ذكري لهذه المعلومات لا يعني أنها المعلومات الأساسية جداً 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 لا ما هو أساسي ومهم أكيد أضعه في الفيديو لكن في بعض المعلومات التي تظل مهمة لكنها ثانوية لا أستطيع ذكرها في الفيديو نظراً لضيق الوقت فبالتالي دائماً أنصحكم بالعودة للموقع الرسمي تمام؟ والمهم جداً دائماً ندخل لصفحة الأسئلة والأجوبة أو خانة الأسئلة والأجوبة اللي فيها كل الأسئلة اللي ممكن تخطر ببالكم فبالتالي أنصحكم بالإطلاع على هذه الأسئلة والأجوبة شوفوا عدد الأسئلة يعني المطروحة أكيد كل سؤال تضغط عليه بهذه الطريقة يطلع لك الجواب فطلعوا على كل هذه الأسئلة وبعد ذلك في سؤال غير موجود هنا يمكنكم أن تتواصلوا مع الجهة المانحة عبر هذا الفورم عبر هذا الفورم تتواصل معهم وترسل لهم السؤال وسوف يرتم الرد على السؤال واضح؟ طيب الآن نتحدث عن طريقة التقدم أولا ندخل لهذا الموقع أنا أريد أن أدخل على الابليكيشن عندي سوف نخرج بهذا الشكل أوكي تماما طيب هذا هو الموقع الخاص بالتقديم على الجامعات داخل السويد يوال يونيفورسيسي عدميشنس دوت اس اي طيب أولا يجب أن نمشئ حساب على هذا الموقع تمام؟ طيب نضغط على لوغين بما أني أول مرة استخدم هذا الموقع فسوف أذهب مباشرة إلى Create an Account بعد ذلك نضغط على No بعد ذلك نقوم بوضع الإيميل والباسورد والكونفيرميشن الخاصة بالباسورد بعد ذلك نتوصل بإيميل في رابط نفعل هذا الرابط في حالة ما توصلنا بإيميل في رابط نفعل الرابط أو نتم الدخول بشكل مباشر طيب أنا أريدي عندي موقع أو عفوا عندي بروفايل إن صحى التعبير فنعود مباشرة أولاً سوف تظهر لنا هذه الصفحة في البداية نضغط على Find Courses and Programs طيب هنا لدينا مجموعة من الكورسات والبرامج لمرحل مختلفة تمام؟ فاللائحة بما أنها طويل جداً سوف نحاول أن نجد طريقة من أجل أن نصل للكورسات التي نريد بشكل مختصر طيب نترك لخانة Programs أو Courses أو Both كما تشاء ممكن Programs أكثر بعد ذلك Universities إذا ليس عندك مجامعة معينة فبالتالي ممكن تركها جميع الجامعات هنا الـ Subjects وهذه شيء أساسي جداً حدد المجال الذي تريد فبالتالي إذا كنت تريد دراسة الفنون والديزاين والميديا أو الإعلام سوف تضغط هكذا يظهر لك هل تريد جميع الفروع الخاصة بالفنون والديزاين والميديا أو مثلاً Aesthetics أو مثلاً الهندسة المعمارية طيب هندسة المعمارية فيها أيضاً فروع فيها Crafts والCreative Writing والDance Studies والDesign والFashion إلى آخره فتضغط على الذي يهمك في كل هذه التخصصات لدينا الـ Media Production أيضاً فيها Music الميوزيكولوجي إلى آخره مهم فيه تخصص كثيرة جداً وكل تخصص كما ذكرت فيه فرق عديدة نحن نأخذ مثلاً الجميع طيب بعد ذلك نختار ما هو الـ Level نحن نريد دراسة الماجستير أيضاً نختار Open for Application اللي متح للتقديم حالياً واللي أغلبهم سوف ينتهي متى يوم 15 يناير مثلاً عندي Design Plus Change Master Program ما هي أول نصيحة أعطيكم قبل أن تضغط على Select لهذا الكورس أو تقوم باختياره أولاً يجب أن تطلع على هذا الكورس من خلال Show More وتعرف على المعلومات الخاصة به وأدخل على الكورس Program أيضاً وتعرف على الشروط هل أنت مؤهل للتقديم على هذا الكورس أو غير مؤهل تمام؟ ليست كل الكورسات ممكن تكون مؤهلة لك الشروط التي تحدثت عنها في البداية الخاصة بالمنحة ربما يكون في شرط إضافي لأحد الجامعات يمكن ويمكن لا فبالتالي ضروري أن نتطلع على الموقع الخاص بكل فرصة طيب مثلاً طلعت على كل التفاصيل مناسبة لي أو كل الشروط محققة أضغط على Select بعد ذلك ننتقل للكورس التاني مثلاً عندي Design Master Program ممكن أيضاً تأخذ بعيد الاعتبار اسم الجامعة التي سوف يتم تدرس فيها هذا الكورس ممكن أنت غير موسم بهذه الجامعة أو ترتيب الجامعة ليس مناسب لك يعني هناك معايير أيضاً بالنسبة لكل طالب تختلف أيضاً بالنسبة لموقع هذه الجامعة وممكن أنت تريد دراسة في المدينة الفلانية يعني معايير كثيرة جداً ولا بد أن نأخذها رجاء بعين الاعتبار أيضاً لدينا مثلاً ليكون Food Endless Landscape نضغط على Select كما ذكرت قبل قليل عندكم الحق في أربع تخصصات مثلاً عندنا Industrial Design أيضاً Select مثلاً Interaction Design أيضاً لكن هذا One Year Interaction Design عندنا Two Years تماماً بعدما تغطنا على كل الكورسات بعد ذلك نضغط على My Selection وهذه هي السلكشن التي قمنا باختيارها تمام؟ والذي اختارناها قبل قليل Designs like Change, Food, Industrial Design والInteraction Design بعد ذلك نضغط على Start Application تمام؟ طيب هنا في Start Application بغض النظر عن ما هو مكتوب في الأعلى سوف ننزل للأسفل ونقوم بوضع بالترتيب الذي نريد مثلاً واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة نقوم بتغيير الترتيب على حسب الأولوية عفواً هذه تقريباً تخصصنا وضعتها لأنني كنت بدأت فبالتالي نقوم بـ بحيث لا يحصل هناك مثلاً تدخل في التخصصات طيب لدينا هذه التخصصات الأربعة تمام؟ في عدد ترتيب التخصصات الأول في اللائحة هو المهم بالنسبة لك هو الذي تريد دراستها يكون أني مهتم بهذا التخصص رقم واحد هذا التخصص رقم اثنان وهذا أترك كما هو هنا عندنا فبالتالي أكيد نضغط عليه أو إذا هذا الشرط المحقق ممكن تعود وتختار تخصص آخر تمام؟ تضغط على ديليت لهذا الاختيار وتختار تخصص آخر بعد ذلك نضغط على continue في continue نحدد الدولة اللي درست فيها يعني أنت ممكن أن تكون جنسيتك ليكون أردوني تمام؟ لكن درست بأحد الدول غير الأعضاء ربما درست بألمانيا فيمكنك أن تختار أنك درست بألمانيا لا مشكلة ممكن مثلا أنك درست ليكون بالسعودية أو دولة أخرى ممكن أيضا أن تختار هذه الدولة هنا لدينا الابليكيشن فيز كما ذكرت أن الجامعات عندها رسوم للتسجيل بالنسبة لهذه الرسوم للتسجيل موجود هنا هل عندك أي وثيقة تعطيك استثناء من دفع هذه الرسوم أعتقد لا يوجد أي طالب ممكن يكون عنده وثيقة لاستثناء حتى أني حاولت أبحث عن كيف ممكن الحصول على استثناء من دفع هذه الرسوم لما توصل لأي نتيجة إذا أحد منكم توصل لأي طريقة من أجل حصول على استثناء في دفع هذه الرسوم مرجوك تبتها لي في التعليقات حيث يستفيد منها الغير أيضا بالنسبة هنا في يقول أنه لماذا يتم دفع هذه الرسوم مكتوب كالعادة أنه جميع الطلاب من غير الدول الأوروبية مطالبين بدفع رسوم للتسجيل أو للأبليكيشن ليس التسجيل حتى وأكيد أنه هذه الرسوم غير مستعدة هنا لدينا تكرار بالنسبة للتخصصات التي تم اختيارها مع الترتيب اللي حددناه سابقا هو التقديم سهل جدا بعد ذلك لدينا مرة أخرى هنا ننتقل لإضافة مرة أخرى لكل برنامج يفضل إطلاع على كل تخصص مرة أخرى كما ذكرت ونقرأ تفاصيل كل تخصص طيب هنا لدينا المرحلة الأولى تمت المرحلة الثانية سوف نذهب أوكي عندنا بعضا من الرسائل في بعض التخصصات اللي ممكن ترسل لك رسالة عيوض أنك تطلع عليها بالإيميل سوف تجدها موجودة هنا ننتقل للدوكيومنت طيب بالنسبة للدوكيومنت سوف تختلف من منحة أو عفوا من جامعة لأخرى أو من تخصص لآخر أولا لدينا يجب أن نفهم كيف يتم إرفع الوثائق من هنا فيها يجب أن الوثائق يكون معمول لها سكان يكون بالألوان واضحة أيضا أن تكون على شكل بي دي اف هنا يتم تحميل الوثائق بعد ذلك هنا في استثناء لبعض هذه الدول يقول أنه يجب إرسال هذه الوثائق للدولة للجامعة نفسها لا يتم إرسالها عبر الأبليكيشن أونلاين وبعد ذلك نقرأ الخانة الأخيرة اللي هي أفتر أبلودين وفي النهاية نعود للصفحة الرئيسية طيب عندنا هنا بالنسبة أيضا نقرأ كل التفاصيل الخاصة بكل وثيقة قبل تحميلها جزاكم الله كل خير حتى لا يحدث هناك أي أخطاء تمام طيب بالنسبة هنا عندنا اما او هي بطاقة لهوية وأنصحكم أكيد بإرفاق جواز الصفار تمام هنا بالنسبة ل الوثائق الخاصة بالأكاديمية يعني في نقطة مهمة جدا أو نقطتين بالأحرم وسوف أشير ليهم لأنه مهمين جدا الأول أنك تتأكد من شروط دولتك أوكي طيب تضغط على هذه الخانة الطيب الضغط عليها سوف ننتقل لهذه الصفحة أوكي مثلا نعود قبلها أوكي هنا لدينا لائحة الدول كما ذكرنا أنه مصر من الدول المقبولة فنذهب مباشرة لخانة مصر لازم أننا نقرأ هذه النقطة أو لا يعني نطلع على الجميع هنا عندك مثلا يجب أن يكون عندك درجة الباكاليوس حتى فيه شرح بالعربي لطبيعة الوثائق التي يجب إرفاقها تمام؟ حتى بالنسبة للغة الإنجليزية ما هي طبيعة الوثائق التي يجب إرفاقها بالنسبة للغة الإنجليزية general requirements ما هي الوثائق التي يجب ترجمتها يعني الوثائق إذا كانت بالأصلي باللغة العربية يجب ترجمتها للغة الإنجليزية يعني ليست محلفة لكن الترجمة تكون إما من طرف شركة أو من شخص يجع ملكم وترجم ليست ترجمة التي تكون محلفة أيضا لدينا بالنسبة للبيرث ديت يعني التاريخ الميلاد تاريخ الميلاد بالضبط والاسم يكون مطبق في كل الوثائق يعني في الـ ID في الترانسكريبت في شهادة التخرج وغيرها يعني بعد الإطلاع على هذه الوثائق وتأكد منها نعود لهذه الصفحة ونقوم بإرفاق الوثائق ليه مثلا English Proficiency الترانسكريبت شهادة التخرج وعندك الحق في إرفاق أكثر من وثيقة تمام وبعد ذلك أنا كنت يعني أرفقت أي شيء بصراحة حتى فقط أتطلع على الوثائق بعد ما يسمي إرفاقها مثلا هنا بعد ما صرفت الوثائق يظهر لك التاريخ يظهر لك أنها Submitted طيب أنا أرفقت الوثائق بعد ما اطلعت على شروط بلدي وشروط التخصص أعود مرة أخرى هنا عندي الـ Profile اللي فيه أيضا معلومات شخصية اللي تم وضعها في البداية عندما قمت بإنشاء account لدينا في النهاية Application Fees وال Application Fees سعادل 900 أسيكي تقريبا على ما أتذكر حوالي يعني 80 دولار أو أزيد من 80 دولار شيئا ما فبالتالي نضع في اعتبارنا هذه الرسوم ويمكن دفعه بوسائل كثيرة جدا عندك يعني عن طريق الماستر كارد إلى آخر ومجرد أن تقوم سوف تحتفظ بهذا الرقم لأنه أساسي جدا هذا الرقم له من كون من 8 أرقام مثلا عندي هو هذا الرقم وما خلال هذا الرقم سوف أستطيع التقديم على المنحة تمام طريقة تقديم تجاوز إلى 14 دقيقة لأريد أن أطول عليكم أكثر إذا تحتاجون لأي مساعدة في هذه الخطوات لستردد في التواصل معنا أتمنى لكم التوفيق جميعا إلى اللقاء كان هذا كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم أتمنى لكم التوفيق والنجاح ألقاكم في الفيديو إن شاء الله مع فرصة جديدة